السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ تمنى أنكم باتكمال الصحة والعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي في الصف الأول معي في مادة لغتي للفصل الأول فأهلا وسهلا بكم أحبابي معي في حرف الجيم مجالي المستهدف هو المجال المعرفي أما المجال المساند له هو مهاراتي الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي نسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها أن نحفظ شكل الحرف جيم بعد ذلك أن ينطق حرف الجيم بالحركات الفتحة والضمة والكسرة هناك أصوات مختلفة للحرف إذا أضفنا له الحركات ثم نستخرج الحرف جيم منفصل وجزءا من الكلمة بعدها نسمي صورا تحتوي على الحرف جيم أخيرا نكتب الحرف جيم منفصل وجزءا من الكلمة مراجعة سريعة لدرسنا السابق وما تعلمنا وما اكتسبنا من مهارات ماضية هيا نكتشف ماذا؟ تشاهدون ماذا تشاهدون الآن سأحرض لكم صورة ما هذا؟ جا جمل أحسنتم جا جمل إذن جا جمل أخبروني الآن ماذا تشاهدون؟ جا جزر أحسنتم إذن جا جزر هيا نكتشف شيئا آخر ماذا تشاهدون الآن أحبابي؟ جا جبل رائع جا جبل جا جبل أبناء وابناتي جميع هذه الصور التي عرضناها وشاهدناها بأعيننا تبدأ بأي حرف جا جبل وجزر وجمل جميعها تبدأ بماذا أحبابي؟ تبدأ جا كذلك جرس نلاحظ أن أيضا كلمة جا جرس تبدأ بماذا؟ جميعها كلمات تبدأ بحرف الجيم أحسنتم قلنا جا جرس جا جمل جا جبل جا جزر جميعها تبدأ بحرف ممكاز حرف الجيم هيا نضع دائرة على دلو حرف الجيم أمامي دلو موضوع فيه رمل وكل دلو عليه حرف هيا نكتشف أي حرف هو حرف الجيم على أي دلو موجود على أي دلو موجود هنا منظر للدلو الأول ما الحرف المكتوب عليه؟ هل هو حرف حرف الجيم؟ فمه مفتوحة بطنه كبير بداخله نقطة ما رأيكم؟ صحيح إذن سأرسم دائرة على الدلو الأول نشاهد هنا حرفا آخر هل يشبه حرفي حرف الجيم؟ حرف الجيم فمه مفتوحة من ماذا؟ من جهة أخرى حرف الجيم مفتوحة من جهة أخرى وهذا الحرف من الجهة المعاكسة إذن هو ليس حرفي حرف الجيم هيا ننظر هنا هل هذا حرف الجيم؟ ما رأيكم؟ هل فمه مفتوحة؟ وبطنه كبيرة؟ وبداخله نقطة؟ هل بداخله هذا نقطة؟ أم أين النقطة؟ في الأعلى إذن هو ليس حرف الجيم إنما حرفا آخر هيا ننظر هنا هل يشبه حرفنا حرف الجيم؟ من يصف لي حرفنا؟ فمه مفتوحة بطنه كبيرة بداخله نقطة حقيقة هذا هو حرفي حرف الجيم هيا نبحث عن حرف جيم آخر أين موجود؟ ممتاز أيضا على هذا الدلو من يكتشف أين حرف الجيم؟ بقي لي ثلاثة ممتاز هذا حرف الجيم فمه مفتوحة وبطنه كبيرة وداخل بطنه نقطة ما رأيكم؟ هل هذا حرف الجيم؟ أم هذا؟ أيهم نختار؟ ممتاز هذا هو حرف الجيم هنا وهنا هل هذا في الدلو رقم واحد أم اثنان حرف الجيم؟ في أي دلو موجود حرف الجيم؟ ممتاز في الدلو رقم واحد هنا حرف الجيم من يستطع عد الحروف معي هيا نعد واحد نان ثلاثة أربعة خمسة ستة لدي ستة من الدلو عليهم حرف الجيم ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي هيا ننتقل إلى ماذا؟ إلى أن نكتشف عن ماذا سنقبل حديثنا اليوم؟ عن أي حرف؟ سنتعلم مهارات أخرى يمتاز بها حرفنا حرف ماذا؟ حرف الجيم ممتاز إذن ألاحظ وأستكشف وأستمع الآن هيا نستمع إلى قصتنا محرف الجيم يحكى أنه كان هناك أربعة إخوتين مختلفين يحبون اللعب مع من؟ مع أصدقائهم الحروف الأخت الأولى اسمها فتحة وهي دائما مبكسمة وترتدي قبع فوق رأسها وتفتح فمها عند الكلام شاهد الجيم الفتحة وجاء إليها مسرعا يطلب منها مساعدته رحبت الفتحة بالجيم ودعته للجلوس معها جاء حرف الجيم وجلس مع الفتحة وقال لها ماذا؟ لقد أحرقتني حرارة الشمس وأريد أن تعطيني مثل قبعتك ماذا ردت عليه؟ قالت سأعطيك موافقة ولكن هناك قواعد لها سيصبح صوتك يا جيم مفتوح ومن يناديك يفتح فمه رد عليها الجيم أنا موافق قالت له الفتحة إذن سأضعها فوق رأسك لتحميك من حرارة الشمس قال الجيم حسنا وأنا سأتزم بجميع قواعد الفتحة آه الآن أصبحت الفتحة فوق حرف الجيم قال الجيم يا لجمال هذه الفتحة ولكن ردت عليه الفتحة قالت لا تنسى القواعد إذن إذا أردت أن الفتحة تكون فوق رأسك لا تنسى قواعدها إذن ألاحظ وأقرأ حرف الجيم يبدو أنه يعيش في السحراء انظروا الآن كيف يصبح صوته؟ كيف نقرأ هذا الحرف؟ إذا أضفنا له الفتحة ماذا نقول؟ جيم فتحة جا ممتاز جيم فتحة جا جيم فتحة جا أحسنتم مرة أخرى جا جا نلاحظ أبنائي وبناتي فمي كيف يصبح عند نطف الحرف؟ يصبح مفتوحا جا إذن فمي يصبح مفتوحا جا جا فتحة جا جا مرة أخرى من يردد معي؟ أريد الجميع جا جا ممتاز مثال أستمع وأردد جا جمل جا جمل جا جمل نلاحظ جا جا جمل جا جمل ممتاز من يقرأ معي مرة أخرى؟ جا جمل جمل أحسنتم إذن أين مكان الفتحة؟ إذا أردت أن أرسم الفتحة على الحرف؟ هيا ألاحظ وأميز أنا الآن أقرأ هذا الحرف وفمي مفتوحا جا 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 إذن أضع الفتحة أين أضع الفتحة؟ أين نرسم حركة الفتحة على الحرف؟ هيا أين نرسمها؟ مثل القبعة تكون فوق الرأس أحسنتم إذن الفتحة تكون في أعلى الرأس أحسنتم أبنائي وبناتي جميل جدا إذن هكذا أصبح صوت الحرف جا جا ممتاز هيا ألاحظ وأقرأ ألاحظ وأقرأ ماذا يظهر أمامي الآن؟ ما هذا؟ يلقب بسفينة الصحراء ما هذا؟ من يكتشف لي من هذا الحيوان؟ ممتاز هيا نقول جا 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 جمل رائع إذن جا جمل جا جمل ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي إذن أين حرف الجين؟ ما لونه في الكلمة؟ هو لون مختلف أحمر إذن والحركة التي يحملها ما هي؟ الفتحة لذا أصبح صوت الحرف مفتوحة جا جا جمل جا جا جمل أحسنتم هيا نشاهد ما الكلمة التالية لدينا؟ من يكتشف لي؟ ما هذا؟ يصدر صوتا ماذا نسمي؟ جا ممتاز جا جرس جا جرس جا جرس ما الحركة الظاهرة على الحرف الأول؟ فتحة أحسنتم طيب ما الحرف هنا؟ كيف ننطق هذا الحرف؟ جا ممتاز جا جا جرس جا هيا نردد حتى ألاحظ حركة فهمي وأحفظ الكلمة جا جا جرس أحسنتم إذن جرس تبدأ بحرف ماذا؟ حرف الجيم والحركة الظاهرة عليها هي فتحة أحسنتم إذن هيا ننتقل إلى نشاطنا التالي تعلمنا كيف يصبح صوت الحرف كما تعلمنا أن الحركة الظاهرة التي نضعها في الأعلى هي فتحة الآن لدي حرف الجيم بالفتحة فيصبح جا جيم فتحة جا جا فتحة جا أي كلمة تبدأ بحرف الجيم بالإضافة إلى أن الحركة الظاهرة عليها هي حركة الفتح حركة الفتح هل هي كلمة جا جا جزر أم كلمة جو جو جندي لاحظوا هنا عندما قلت كلمة جزر ماذا أصبح شكل فمي؟ جا جزر أما عندما قلت جو جو جندي رددوا معي حتى تلاحظون الفرق في صوت الحرف أيضا مو بس في الحركة أيهم تبدأ بحرف الجيم بالفتحة الظاهرة ممتاز أحسنتم إذن جا جزر جا معذرة جا نختار كلمة جزر إجابة صحيحة ممتاز إذن جا جزر جا هنا ظهرت بحركة الفتح أحسنتم هيا نشاهد النشاط التالي أيضا لدي حرف الجيم مفتوحا وما الكلمة هنا؟ جيمال جيمال أي مجموعة من الجيمال جي جيمال أما هنا جا جمل واحد انظروا جمل واحد الحركة هنا تختلف ما الحركة؟ ما الكلمة التي فيها حركة الفتح؟ ونطقناها بالصورة هذه مفتوحا؟ جا جا جمل أما الكلمة الأولى نقول ماذا؟ لاحظوا أني أقول جي جي جيمال إذن فتحت فمي في أي كلمة؟ هنا أقول جيمال وهنا أقول جا جا جمل أين الفتحة؟ أين الفتحة؟ لاحظوا أنتم الآن يبحثوا عن حركة الفتحة على الكلمة وعلى حرف الجيم تحديدا أين موجودة في الكلمة الأولى أم الثانية؟ ممتاز في كلمة جمل إذن نوصلها بكلمة جمل أما جمال فهي خاطئة لأن الحركة هنا ليست حركة الفتح ليست حركة الفتح أحسنتم أبنائي وبناتي ما رأيكم لو اكتشفنا كلمات تحتوي فيها الجيم على حركة الفتح؟ وضعنا عليها دائرة موجودة في نشاطنا في الكتاب وأنا ألقاكم على خير بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغرب